موسيقى أحييكم مشاهدين أينما كنتم جولة الصحافة من اليوم أهلا بكم قالت الصحف الصادر اليوم بأنه بغض النظر عما ستسفر عنه اجتماعات القدسة من نتائج فإن إسرائيل ستكون الطرفا رابحا في مطلق الأحوال لأنها نجحت في فرض نفسها رقما صعبا في أي مفاوضات لتسوية الأزمة في سوريا كما وضطرقت صحف أخرى إلى أن الطبقة السياسية العراقية تغرق بشكل متزايد في صراعاتها على المناصب الحكومية وما وراءها من مكاسب مادية ومعنوية وتنساق بالتالي إلى انفصالها عن هموم ومطالب الشارع الذي يستعد لموجة احتجاجات عارمة يتوقع أن تبلغ هذا الصيف مدايات كبيرة قد تصل حد تهديد استقرار الحكومة وزعزعة الأحزاب المتنافسة على المناصب بدايتنا سورية ومن صحيفة العرب اللندنية التي أدرجت تحت عنوان اجتماعات القدس تفرض إسرائيل طرفا في تسوية أزمة سوريا حيث تختتم الثلاثاء مفاوضات يصفها متابعون بالصعب بين مسؤولين أمنيين كبار للولايات المتحدة وروسيا وإسرائيل في مدينة القدس تتركز أساسا على الملف السوري والوجود الإيراني في هذا البلد ويصف القادة الإسرائيليون هذه اللقاءات بغير المسبوقة بحكم أنها تكرس واقع أن تل أبيب أضحى الطرفا رئيسيا في تسوية الأزمة السورية ولا يمكن القفز على مطالبها المتعلقة بأمنها القومية وأكد أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيرف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بين يمين نتنياهو في مستهل زيارته أن موسكو تعير اهتماما كبيرا لضمان أمن إسرائيل لكنه شدد على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثباب الأمن في سوريا وكان المسؤول الروسي وصل الأثنين إلى إسرائيل للمشاركة في الاجتماع الثلاثي مع مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولطان وعلى رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مؤير بن شبات الشرق الأوسط وبذات الصدد عن وناتا الاجتماع الثلاثي خلاف حول الوجود الإيراني في سوريا حيث تتجه الأنظار اليوم إلى اجتماع رؤساء مجلس الأمن القومي في روسيا والولايات المتحدة أفواً وإسرائيل لبحث ملف التسوية السورية والوضع المتعلق بالوجود الإيراني في هذا البلد والوضع المتعلق بالوجود الإيراني في هذا البلد واسط توقعات محدودة بإحراز تقدم على صعيد مساعي تقريب وجهات النظر وماهد سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف للاجتماع بتأكيد أن موسكو تعتبر اهتماماً كبيراً لضمان أمن إسرائيل مضيفاً أن تحقيق هذا الهدف يتطلب عملاً مشتركاً لتوفير استقرار الأمن في سوريا وفي حين أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتنياهو أن إسرائيل ستتخذ كل التدابير اللازمة لمنع وجود القوات الإيرانية على حدود الدولة العبرية استبعدت مصادر روسية الخروج باختراق على صعيد مساعي تقريب وجهات النظر حيال ملف الوجود الإيراني في سوريا وكان باتروشيف استبقى زيارته لتال أبيب بتأكيد شرعية وجود إيران في سوريا وقال إنه تجب مراغات مصالحها الحياة أيضاً عنوانات موسكو تلوح بورقة ضمان أمن إسرائيل لتسوية الأزمة السورية حيث استبقت موسكو محادثات تجريها مع أمريكا وإسرائيل تركز على الأزمة السورية والوجود الإيرانية بالتلوح بورقة ضمان أمن إسرائيل وخلال مؤتمر صحفي عقده أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نيتنياهو قبل اجتماعاً ثلاثياً يضم إلى جانب المسؤول الروسي مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون ورئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مائير بن شبات أكد باتروشيف أن بلاده تعير اهتماماً كبيراً لضمان أمن إسرائيل لكنه شدد على أن تحقيق هذا الهدف يتطلب استثباب الأمن في سوريا وذكر باتروشيف أن هذا الاجتماع المقرر اليوم وغداً سيركز على تطورات الراهنة في الشرق الأوسط خصوصاً في الملف السوري مشيراً إلى أنه سيجري بحث الخطوات التي لا بد من اتخاذها لأحلال السلام في سوريا بما فيها التوصل إلى تسوية سياسية داخلية واستكمال القضاء على فلول الإرهابيين وتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار الاقتصادي والاجتماعي أما القدس العربي فقالت لقاء أمني روسي أمريكي إسرائيلي حول سوريا اليوم والنظام يتهم جهات خارجية بتفجير خطوط نفط بحرية حيث شهد الوضع الميداني في سوريا حدثين بارزين في حماوى بانياس بينما راشت أمس مدينة أدلب ومحيطها ورياف حماوى اللاذقية حالة من الهدوء منذ ساعات صباح أمس وسط تكهنات حول إمكانية توصل اللقاء الأمني الروسي الأمريكي الإسرائيلي في القدس المحتلة اليوم إلى خيوط تهدئة في سوريا ولفت العقيدة فاتح السون في حديث مع صحيفة القدس العربية إلى معلومات وصفها بالدقيقة حول تغيير الجانب الروسي لخططه في منطقة إدلب وقال إن الروس عادوا إلى المربع الأول في عملياتهم العسكرية المتمثلة بالطلعات الجوية والقصف الجوي للمناطق الآهلة بالمدنيين كما بدأ الروس من جديد وفق معلومات لدينا من مصادر موثوقة بإعادة النظر والتفكير في المعركة بإسلوب مختلف والآن إلى الشأن العراقي عراقيا وفي صحيفة العرب اللندنية نقرأ بأن رئيس الوزراء العراقي يقترب من استكمال حكومته دون ضمان تحصينها من السقوط حيث أنه لم يحصن الاختراق الذي حققه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي الأثنين بالتوصل إلى ملء فراغ في وزارات العدل والدفاع والداخلية حكومته من محاذير السقوط تحت وقع الاحتجاجات الشعبية على ضعف الأداء الحكومية وسوء الخدمات وفي ظل الافتقار إلى دعم واضح من الكتل السياسية التي انساقت مجددا في صراع شرس على حصصه في المناصب الحكومية واستبقت اطراف سياسية عراقية حراك الشارع الناقم على غياب الخدمات وتفشي الفساد لتضييق الخناق على الحكومة في وقت تعمقت الخلافات داخل الكتل البرلمانية وذلك بسبب الجدل المستمر بشأن اقتسام المناصب التنفيذية اما صحيفة الشرق الاوسط فعنونت برلمان العراق يمرر وزراء الدفاع والداخلية والعدلة حيث انه بعد جدل استمر نحو ثمانية اشهر بشأن الحقائب الشاغرة في الحكومة العراقية برياسة عادل عبد المهدي صوت البرلمان امس في اقل من ربع ساعة على ثلاث وزراء من اصل اربعة الوزراء الذين جرت تصويت عليهم هم نجا حسن الشمري وزيرا للدفاع وهو مرشح زعيم اتلاف الوطني اياد علاوي الذي غرد مرحبا بها وياسين الياسيري وزيرا للداخلية وهو مرشح توافقي للكتل الشيعية وفاروق امين شواني وزيرا للعدلة وهو مرشح كردي حصل على توافق صعب بين الحزبين الكرديين الرئيسيين في اقليم كردستان الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني فيما لم تتمكن سفانا الحمداني مرشحة زعيم المشروع العربية خميس الخنجر لحقيبة التربية من نيل ثقة البرلمان لعدم حصول توافق عليها والان الى الشأن الايراني ايرانيا والى صحيفة العرب اللندنية التي عنولت واشنطن ترتب مع دول الخليج لتحالف عالمي في وجه ايران حيث تعمل الولايات المتحدة على مواجهة التصعيد الذي قامت به ايران وتهديداتها لامن الملاحة في مضيق هرمز وخليج عمان من خلال مناقشة ترتيبات جديدة اكثر تشددا تجاه طهران وذلك بتنسيق كامل مع حلفاء واشنطن في الخليج يتي هذا فيما تستمر ادارة الرئيس الامريكي دونالد ترامب في تشديد العقوبات على طهران وهذه المرة طالت العقوبات بصفة مباشرة المرشد الاعلى علي خامنائي ووزير الخارجية محمد جواد ريف واعلنت البعثة الامريكية في دولة الامارات ان وزير الخارجية مايك بومبيو ناقش خلال استقباله من قبل ولي عهد ابو ضبي الشيخ محمد بن زايد آل هيان تشكيل تحالف عالميا للتصدي لاكبر دولة راعية للارهاب في العالم في اشارة الى ايران الشرق الاوسط قالت واشنطن تعاقب خامنائي وتبني تحالفا لحماية الملاحة حيث التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مكتبه بقصر السلام في جد امس وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو واستعرضت جانبان الحلاقات الاستراتيجية بين البلدين والمستجدات في المنطقة كما وعقد ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان في جد امس اجتماعا مع الوزير بومبيو واكدت جانبان تصدي الرياض واشنطن للنشاطات الايرانية العدائية ومحاربة التطرف والارهاب في غضون ذلك وقع الرئيس الامريكي دونالد ترامب امس قرارا تنفيذيا يفرض عقوبات جديدة صارمة على ايران استهدفت بشكل مباشر المرشد علي خامنائي ومكتبها فيما تعد ادارته موجهة موجة عقوبات اخرى ضد النظام الايراني الاسبوع المقبل ستطال وزير الخارجي الايراني محمد جواذريف والان الى الشأن العالمي عالميا قالت العرب اللندنية بان اردوغان استفز الناخبين فعاقبوه برسائل متعددة الاوجهة حيث جاءت هزيمة رئاسة بلدية اسطنبول في جولة الاعادة بمثابة رسالة مباشرة الى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بان زمن انتصاراته قد ول وان الشعب التركي لم يعد يغثر بشعاراته ووعودها مع تراكم الازمات الاقتصادية والسياسية والامنية في البلاد وكانت مجريات اسطنبول في غير ما خطط له الرئيس التركي وعلى العكس فقد بدى كمن يجر نفسه الى قاع سحيق فقد ارتكب خطأ كلاسيكيا بان استفز الناس ليكشفوا ضعفه اكثر مما كان يتوقع اذ كشف ربضه للهزيمة بفارق رمزي في جولة الاولى عن شخصية انانية تريد ان تضع كل شيء تحت قبضتها ولا ترى في الديمقراطية سوى واجهة للهيمنة صحيفة الحياة عنونت هزيمة اردوغان في اسطنبول تثير ترقبا لمسارها حيث تثير الهزيمة المنكرة التي مني بها حزب الرئيس التركي رجب طيب اردوغان اما مرشح المعارضة اكرم امام اوغلو في انتخابات الاعادة لرئاسة بلدية اسطنبول تساؤلات ان عن المسار الذي سينتهجه اردوغان مستقبلا لسيما ان امام اوغلو بات يهدد زعامة البلاد وفشل رهان الرئيس التركي على استعادة اسطنبول من حزب الشعب الجمهورية بعد ما طعن بنتائج الاقتراع الاول الذي نظم في الواحد والثلاثين من ادار مارس الماضي ووسط حصول مخالفات واثبت امام اوغلو فوزه على مرشح الحزب الحاكم بن علي يلدرم وهو رئيس سابق للوزراء بفارقي ثمانمائة الف صوت مقارنة بثلاثة عشر الف في اذر والان الى فقرة المقال وما حاز اهتمام الصحف من اراء للكتابة الكاتب مشاري الذايدي وفي مقال له يقول ان المعسكر الذي تقبع به سلطات قطر وتركيا وايران في النازل لا تطالع تحصده الرقوم وتتجرع العلقوم وتدرس الحصرم على اسنان نخرة لنتابع حين نتفحص المشهد الحالي نجد ان المعسكر الذي به قطر وتركيا وايران من خلال سلطات التي تحكم هذه الدول هذا المعسكر يخسر ولا يربح وعداد الخسائر يعمل بطريقة لا تسر الجماعة الخمينية الايرانية ولا الجماعة الاردغانية التركية ولا تسر جماعة الاخوان التي توهي من ولا حكام قطر الحاليين لديك هذه الخسائر الحديثة مرشح الرئاسة الموريتانية الجنرال محمد ولد الغزواني خليفة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز فاز تقريبا بالرئاسة بعد فترتين قضاهما خلفه الجنرال عبد العزيز في الانتخابات البلدية الكبرى باستنبول اضخم المدن التركية واهمها سقط مرشح الحزب الاردغاني رئيس الوزراء السابق بن علي يالدريم وفاز مرشح المعارضة التركية الشاب المتوقد اكرم امام اوغلو وهي الانتخابات التي سبق ان فاز بها اكرم ولكن رفض اردغان وجماعته الاقرار بالهزيمة فهزمهم مرة اخرى باضعاف مضاعفة من الفارق التصوتي الاول هجمات من نواب كونغرس امريكيين على قنوات قطر التلفزيونية التي تبث في امريكا بصفتها داعمة للارهاب تزامنت ايضا مع تقارير صحفية مثل عن كذب سلطات القطرية في حقيقة موقفها من الارهاب وكان المثال الموقف من المتهم القطري بدعم الارهاب خليفة السبعي اما باقعة البواقع وواقعة الوقائع فهي الحصار الخانق الذي فرضته الولايات المتحدة على النظام الخميني الصديق الصدوق لقطر وتركيا هذه الايام وتوريطه اكثر فاكثر في الاعمال الارهابية بالجرم المشهود امام العالم كله الذي يغمض عينيه عن حقيقة هذا النظام الارهابي الخرافي ضع هذه الامور مع بعضها تتضح لك بعض ملامح الصورة وهي ان المعسكر الذي تقبع به سلطات قطر وتركيا وايران في النازل للطالع تحصد الزقوم وتتجرع العلقم وتدرس الحصر مع اسنان النخرة من هنا مهم استذكار كلام الرئيس الموريتاني المنتهي ولايته محمد ولد عبد العزيز قبيل ايام من فوز خليفته ولد الغزواني بان قراره السابق بمقاطعة قطر هو قرار سيادي لم يندم عليه لان قطر دولة تنشر الفوضى والخراب والمؤامرات بالعالم العربي يعني بوضوح لن يتغير الموقف الموريتاني تجاه قطر مع تغيير الرئيس من اجل ذلك كله هذا هو الحال للمعسكر الثلاثي المأزوم في مقال له يقول الكاتب ماجد جيالي ان غياب الفلسطينيين وعدم دعوة اسرائيل لحضور ورشة المنامة وهزال المشاركة العربية والدولية فيها ومطيات التعاطي الدولية مع قضايا المنطقة كلها تفيد بان تلك الورشة لن تقضي الى اي مسارات مهمة لنتابع تفيد المعطيات الراهنة بان الامور لا تسير على ما يرام بالنسبة لورشة المنامة المتوقع عقدها بعد ايام علما انها ليست ورشة اقتصادية فقط اذا ان دلالاتها السياسية واضحة لا سيما مع الطموحات التي رسمها معدوها والمروجون لها خاصة في اوساط الادارة الامريكية وحكومة بن يامين نتنياهو الاسباب التي تقف وراء ذلك عديدة واهمها يكمن في الآتي اولا رفض الطرف الفلسطيني المشاركة في حضور تلك الورشة بل ان القيادة الفلسطينية انشغلت بالدعوة الى مقاطعتها وايثارة الشبهات من حول الاهداف الحقيقية المتوخات منها وتعهدت بمقاومتها بالوسائل الممكنة ثانيا عبرت معظم الدول العربية المعنية عن رفضها المشاركة في المؤتمر ما يؤكد صعوبة تمرير او تشجيع اي خطوات امريكية تدفع الى اي نوع من التطبيع مع اسرائيل والتعاطي معها كشريك في المنطقة والقبول بالامر الواقع الاسرائيلي مقابل تحسين عيش الفلسطينيين في حين يجري تهميش القضية الفلسطينية او ازاحتها من رأس جدول الاعمال ثالثا ما زالت الاوضاع السائدة في الشرق الاوسط لم تحسن بعد لا باتجاه تحجيم نفوذ ايران خاصة في المشرق العربي واليمن ولا باتجاه وقف الصراع السوري اذ ما زالت الادارة الامريكية على نهجها القائم على ادارة الصراع الدائر بين مختلف الاطراف في الشرق الاوسط والاستثمار فيه ايضا باعتبار انها لا تتضرر منه بل تشتغل على اساس انه ما زال لديها الوقت لاستثماره بما يخدم اجندتها وبما يؤمن مصالح حليفتها اسرائيل ازاء مختلف الاطراف المعنية العربية والاقليمية والدولية وهو الامر الذي قد يتم حسمه او تبين ملامحه في الاجتماع الثلاثي المتوقع عقده في القدس في الايام القادمة بحضور مستشاري الامن القومي لكل من الولايات المتحدة وروسيا واسرائيل هكذا فان غياب الفلسطينيين وعدم دعوة اسرائيل لحضور ورشة المنامة وهزال المشاركة العربية والدولية فيها ومعطيات التعاطي الدولي مع قضايا المنطقة كلها تفيد بان تلك الورشة لن تفضي الى اي مسارات مهمة وان عقدها بات مطلوبا لذاته فقط دون مراهنة على اي شيء نعم فشل مؤتمر البحرين لكن ذلك ليس نهاية للعبة التي اسمها صفقة القرن وليس نهاية للترتيبات التي تنوي الولايات المتحدة تمريرها في المنطقة لشرعنة وجود اسرائيل على حساب قضية فلسطين والقضايا العربية الى اخبارنا المنوعة والطريفة عام مر على الحادثة التي حوصر فيها 12 صبيا مع مدربهم لكرة القدم داخل كهف بشمال تايلاند في واقعة اثارت اهتمام العالم ليعود الان في الذكرة الاولى للحادثة الى المدينة مؤلنين تأسيس فريق جديد لكرة القدم لنشاهد عام مر على الحادثة التي حوصر فيها هؤلاء الصبية الاثنى عشر مع مدرب فريقهم والد بورج لكرة القدم داخل كهف بشمال تايلاند في واقعة اثارت اهتمام العالم ليعود الان في الذكرة الاولى للحادثة الى المدينة معلنين تأسيس فريق جديد لكرة القدم واجتمع الصبية المراهقون الذين كانت تتراوح اعمارهم انذاك بين احد عشر وستة عشر عاما مع مدربهم البالغ من العمر خمسة وعشرين عاما ايكابول شانتا وونج يوم الاحد بعد عام كامل من نفس اليوم الثالث والعشرين من يونيو حزيران عندما تقطعت بهم السبل بينما كانوا يستكشفون سلسلة من الكهوف في اقليم تشانج جاي بشمال تايلاند وغمرت الامطار الموسمية الغزيرة الانفاق وجذبت محنة الفتية ومدربهم اهتمام العالم حيث تدفق غواصون ومهندسون ومسعفون واخرون من كل حدب وصوب لتقديم المساعدة في هذه المهمة المحفوفة بالمخاطر والتي استمرت سبعة عشر يوما الى ان تكللت جهود انتشالهم بالنجاح الا ان جهود الانقاذ شهدت غرق غواص سابق في البحرية التايلندية اثناء مهمة لوضع عبوات اكسوجين في عمق الكهف وهو ما جعل الصبية ومدربهم يقضون بعض الوقت كرهبان بوذيين مبتدئين في احد المعابد تمجيدا لذكره واعلن رئيس الرهبان في المعبد تأسيس الفريق الجديد ليكون اكاديمية يديرها تشانتاوونغ وقدمت التبرعات من الحاضرين للمساعدة في تمويله النرويجية الى كريستين الملقبة بالمرأة الحصان تظهر في مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وهي تستعرض مهاراتها في القفز فوق الحواجز والهرولة كالحصان لنشاهد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والآن الى فقرة الكاريكاتير نانسي قنقر نهاية الجولة شكرا لكرم المتابعة إلى اللقاء نانسي قنقر